عبر آليات الجيش اللبناني انتقل عشرات الإعلاميين إلى آخر نقطة لبنانية عند نفق الناقورة التاريخي إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن هذه الجولة استفزت العدو الإسرائيلي الذي خرق الخط الأزرق عبر زورقين حربيين مستعيناً أيضاً بدران لمراقبة ما يحدث شرح ميداني لضابط لبناني أشار فيه إلى أن هذا النفق لبناني منذ أربعينات القرن الماضي حيث أنشأه الجيش الإنجليزي على الأراضي اللبنانية لكن إسرائيل تمنع حتى جنود الجيش اللبناني من الاختراب وتستخدم الأراضي المحيطة به للسياحة فيما يمنع لبنان من ذلك وإلى نقطة تعتبر صفر نقل الجيش اللبناني الوفد الدبلوماسي والإعلامي للمرة الأولى إلى حيث يبدأ فعلياً الخرق الإسرائيلي حيث تمكن الوفد من مشاهدة المخالفات الإسرائيلية عبر برج مراقبة تابع للجيش اللبناني إضافة إلى شرح مفصل لضابط في الجيش اللبناني عند نقطة رأس النقورة هنا وتحديداً هذا الحائط هي النقطة التي يعترف بها لبنان وكذلك الجيش اللبناني كحدود دولية أما السياج فهذا السياج تعتدي به إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية وكذلك تعتدي عبر هذا البرج المستخدم للتنصط الظاهر أمامكم على الشاشة وأيضاً نزولاً نحو البحر حيث النقطة بي ون الخلافية بين لبنان وإسرائيل عند الحدود مع فلسطين المحتلة وهنا كان كلام واضح لمنصق الحكومة اللبنانية العميد منير شحادي عن الخروقات الإسرائيلية حيث أعلن عن معادلة جديدة لقرية الغجر ما بقى في شي اسمه غجر كمان بعثنا للأمم التحدي مراسل بتقول ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر تغير اسمه وصار اسمه خراج بلدة الميري لأنه هي قرية الغجر قرية سورية والتمدد العمراني تبعها فات على الأراضي اللبنانية بخراج بلدة الميري فالشأفة اللي عم نسميها دايماً شمال قرية الغجر هيدا شي غلط من هلأ وبرايح إعلاميين ومسؤولين لحن نستعمل عبارة وحيدة وهي خراج بلدة الميري مزارع شبعة لبنانية ونحن لا نعترف بالخط الأزرق هناك كلام واضح أيضاً للجيش اللبناني ومصطلح جديد ما بقى في شي اسمه ترسيم أنا بطلب منكم كلمة ترسيم ما بتنحط أبداً بقى نستعيد عنها بكلمة بكلمة اسمها ازهار حدود ازهار حدود الترسيم هو بين دولتين ما في حدود بيناتهم ساعتها بيكون في ترسيم الترسيم العمل سنة 1923 ورجع تأكد باتفاقة الهدنة سنة 49 تأتي هذه الجولة في وقت يكثر الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية مع فلسطين المحتلة متسلحاً بشرح ميداني من الجيش اللبناني يتجه الوفد اللبناني للمفاوضات للتجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب من آخر نقطة قبل الحدود مع فلسطين المحتلة هادي حنة هشام كرم صبحي قبلاوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر